سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصفق الثالث السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في حل اسل الكتاب الوافي مراجع نهائية نسخة عشرين اتنين وعشرين مراجع وامتحانات النهاردة الاختبار رقم خمسة وتلاتين في الكتاب جامل والاختبار الشامل الاول على مشتقات الهايدروكاربونات بنحلم صفحة مية خمسة وسبعين حتى صفحة مية تسعة وسبعين صور رقم واحد في حلقة اليوم بيقول لي ان تم مركب اكسيد البروبيلين اللي هو الصغة بتاعته ديه كده الى قسم طبعا هنا الاو هتبقى موجودة ما بين اتنين كربون يبقى الصغة بتاعتنا ديه بيقول لي استر حلقي لا هو مش استر الكان حلقي لا مش الكان يثير حلقي ايوة فعلا يثير حلقي ليه لان الاو متصلة بزرعتين كربون وعملة حالة ايب الاختيار بتاعنا هيكون جيم نروح بعد كده للسؤال رقم اتنين بقول لي ما اسم ايوباك للمركب اللي قدامي ده طبعا زرعة الكربون المتصلة بالمجموعة الوظيفية هتاخد اقل رقم لو رقم واحد بعد كده اتنين هنطلع كده تلاتة كده اربعة يبادية اطول سلسلة فيها اربع زرات كربون والمركب بتاعنا مركب كحول يبقى اسمه واحد بيوتانول طلع الفروب بتاعتك عندك من الزر الرقم اتنين طلع اتنين واثنين سنائي ميسايل يبقى اتنين واثنين سنائي ميسايل واحد بيوتانول اتنين واثنين سنائي ميسايل واحد بيوتانول اتنين واثنين يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار دال نروح للسؤال رقم تلاتة بقول لي هنا يعتبر الميثانول طبعا الميثانول بيبقى صغطه البنائية بالشكل ده كده الميسانول زارة الكربينول بتاعته متصلة بتلاتة هيدروجين واحنا عندنا ازا زارة الكربينول اتصل باتنين هيدروجين او اكتر يبقى كحول بتاعنا كحول اولي طبعا فيها هيدروكسال واحد يبقى كحول احادي اولي احادي الهيدروكسال اولي يبقى الاختيار بتاعنا الف سوى الرقم اربعة بيقولي الكحول الناتج من الهايدرة الحفزية الابسط الكين غير متماثل طبعا ابسط الكين غير متماثل اللي هو البروبين. ده ابسط الكين غير متماثل. CH3 CH ربطة صناعية CH2 ده غير متماثل. طبعا ابسط الكين على الاطلاق اللي هو ال EC. طيب هنا بيقول لي ناتج الهايدارة الحفزية بتاعته هضيف مية HOH. هنضيف ال H على زرة الكربون. اللي عليها كربون اكتر. والهايدروكسيل على الزرة الرقم اتنين. فيبقى CH3 CHOH CH3. لو كحول الايزوبروبيلي. او واحد اتنين ثلاثة. هيبقى اتنين برو. بانول. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار با. سؤال رقم خمسه. humble يمكن الحصول على الاثيلنجي لايكل عن طريق. طبعا الاثيلنجي لايكل silly اكسادة واحد اتنين سناع برو مئيسان لا. الهايدارة الحافزية الهايدارة الحافزية للاثيلين بينطب عنها كحول competence. التحلل للماء القاعدة لمركب واحد واثنين سناع برو مئيسان ايوها ديت. CH2 ربطة صناعية بيار C-H5 بي ار. ربطه احدية لو احنا عملنا تحلل ماء ببسطة اتنين كي او اتش. الاتنين كي هياخده الاتنين بي ار فيبقى الناتج عندي اتنين كي بي ار. والاتنين هيدروكسال هيدخلوا مكانهم فيبقى سي اتش تو او اتش. سي اتش تو او اتش. يبقى الاختيار بتاعنا يبقى الاختيار جين. نروح بعد كده لسؤال رقم ستة. بقول هنا ماء الصغ� البنائية لكحول غير ثابت. يكون اسنال عند نزع الماء منه. كحول غير ثابت يكون اسنال عند نزع الماء منه. الكحول ببقى غير ثابت لما يكون فيه. اتنين هيدروكسال على نفس زرة الكربون. فانت عندك هنا اتنين هيدروقسال على زرة الكربون. لو انت شلت ماء. هتشيل كده ماء اولا فيبقى الناتج عندك. سي اتش سري. سي اتش او. هو ده الاسنالي بقى الاختيار اي. طيب هنا. الاتنين هيدروكسال على زرتين متجاورتين مش هتنزع منه مية. هنا على زرة واحدة هتنزع منه مية ولكن هيكون البروبانال. هنا مش هننزع مية لان على زرتين مختلفتين. يبقى حضرتك الاختيار زي ما قلنا. السؤال رقم سابع. بقول لي عند اجسادة الكحول اللي قدامي ده. عند اجسادة الكحول ده هينتج ايه? هنشيل طبعا الاتش ونحط هنا كده او اتش. وبعد كده هتشيل مية. فهينتج كيتون. فالنتج بتاعنا بيقول الضهايد فقط. لا. ده كحول سناو بياط ايه? كيتون يبقى الاختيار بتاعك هيكون جين. السؤال رقم تمانية. يستخدم محلول بريمينجانات البوتاسوم المحمودة في التمييز بين. واحد بروبانول واثنين بروبانول. ده قابل للاجسادة وده قابل للاجسادة منفعش. اتنين مثال واحد بروبانول ده كحول اولي قابل للاجسادة وده كحول ثاليسي غير قابل للاجسادة يبقى ينفع. يبقى الاختيار باء. لو كملنا واحد بيوتانول واثنين بيوتانول ده كحول سنوي يتاكسد ده كحول اولي يتاكسد ده كحول سنوي يتاكسد يبقى الاتنين يتاكسد ده ما نفعش. اتنين بين تانول وتلاتة بين تانول لاتنين كحولات سنوية قابلين للاجسادة. واحد هيسألة مصدر انت بتعرف سنوي منين من الاسم. اقول لك لو كحول رقم واحد ومش متكرر يبقى اولي. لو رقمه غير واحد ومش متكرر يبقى ثانوي. رقمه مش واحد ومتكرر يبقى كحول ثالث. صار رقم تسعة. بول عند تسخين خليط من الكحول الايثيلي وحمض الكابريتيك. من درجة حرارة الغرفة الى درجة متين. يبقى انت كده زدت عن مية وتمانية. بول يتكون عدد من المراكبات العضوية. ما هذه المراكبات على الترتيب. طبعا كابريتات الايثال الهايدروجينية بتكون عن درجة الاتفاية التمانية. وايثير ثنائي طبعا ده اثيل يبقى اثير ثنائي الاسيل عند درجة مية واربعين. عند درجة حرارة مية وتمانين هيتكون لigation يبقى كابريتات لهايدروجينية عند تمانين اثير ثنائي الاسيل عند مية واربعين. وايثير الاسlaws عند درجة مية وتمانيين يبقى كده الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار باء. السؤال رقم عشرة. بيقولي هنا باضافة حمض الاسيتك الان وقت تجي التحلل للماء الميسوكسيد البوتاسيوم طبعا ميسوكسيد البوتاسيوم صفته CH3OK لو انا ضفت حمض لو ضفت له مية HOH أو H2O هيكون CH3OH زائد KOH فهنا هيكون الميثانول بقول اللي بقى احنا هنضيف له ايه حمض الاسيتك يبقى حمض الاسيتك CH3 COOH مع الميثانول CH3OH هيكون استر ومي طيب لو اخدنا بقى CH3 COOH وضفنا له الناتج التاني اللي هو الKOH فالK هنا الK هتاخد الOH هنا كده هيتكون عندي الH هتطلع مع الOH معلش الH هتطلع مع الOH فهيتكون عندي مي H2O ويتكون عندي CH3 COOK يبقى كده تكون ملح عضوي واستر استر وملح غير عضوي لأ استر وملح عضوي ايوه الاستر بتاعنا والملح الايه العضوي اللي هو الاختيار سؤال رقم 11 بقول لي ما الناتج النهائي ما الناتج النهائي للتحلل المائي القاعدي لمركب واحد واحد سنائي كلورو اي ثاني احنا عندنا ادى ال اي ثانه هو CH3 بقول لي واحد واحد سنائي كلوري بقى احنا عندنا هنا اثنين كلورا هو وهنا H هنشيل الاتنين سي ال ونعمل تحلل مائي يبقى احنا نضيف بقول لي تحلل المائي قاعدي يبقى انت كده هتضيف اتنين N A OH طيب هنا كل N A هتاخد سي ال يبقى انت هتضيف اثنين ويتبقى عندك CH3 وهنا سي او اتش او اتش واتش. طبعا المركب ده مركب غير ثابت. فانت هتاخد هنا ال او اتش مع ال اتش هتعمل نازع ماء. عشان المركب يستقر. فيبقى صغته سي اتش سري سي اتش او. فيبقى النتج بتاعنا النهائي سي اتش سري سي اتش او. اللي هو الاختيار دال. السؤال رقم اتناشر. بقول هنا ايه? ما الترتيب التصاعد الصحيح للمحليل المائية تريها حسب قيمة البي او اتش. يعني على حسب القاعدة. على حسب الحامضي. لان احنا عندنا الحامضية تتناسب طرد مع البي او اتش. الفينوكسيد ده ترتيبه قاعدي. او هو قاعدي. والفينول ده هو حامضي. وملح اسيتات الامونيوم حامضي. اه متعادل عفوا. يبقى الترتيب بتاعنا اكده مش مزبوط. فينوكسيد والسوديوم قاعدي. لان الحامضية بتاعته قليلة. اسيتات الامونيوم متعادل. عندك الفينول اكبرهم حامضية يبقى هو كده الترتيب الصحيح. يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار بي. السؤال اللي بعده رقم تلات عشر. بقول لي انتك فينوكسيدي البوتاسيوم انت فاعل الفينول مع? البوتاسيوم هو هيدروكسيدي البوتاسيوم وقال له فعله. طب البوتاسيوم والكربونات الفينول ما بتفاعلش مع البي كربونات. طب البي كربونات قلنا ما بتفاعلش لا مع الكربونات ولا البي كربونات يبقى كله غلط مع عدمين مع عدالة. السؤال رقم اربعة عشر. بقول هنا ايه? يمكن الكاشف عن واحد واثنين سنائه هيدروكسي بنزين طبعا ده فينول. كلوريد الحديد السلاسة هيكون لون بنفسيجي. يبقى ينفع. طب ماء البروم ينفع ماء البروم برضو بيتكون راسب ابيض. يبقى الاتنين هينفعه. يبقى ده السؤال ده في اجابتين. سانو كرومات البوتاسيوم طبعا ما بتأثرش لان الفينول ما بتاكسيتش. وبكربونات السودي ما بتفاعلش بس سؤال ده في اجابتين الف وبقى. السؤال رقم خمستاشر. بقول هنا حمض الفيثالك اللي قدامي ده من الاحماض نهي. هو حمض عضوي قوي وحد القاعدية. لا الاحماض العضوية بتبقى ضعيفة مش قوية يبقى انت تستابع ديات. بقول لي حمض معدن ضعيف سنائي القاعدية. لا حمض عضوي ضعيف سنائي القاعدية. فعلا يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار. ده لان كل الاحماض العضوية ضعيفة مهما انبلغت قوة. السؤال رقم ست واشر. بقول لي هنا البروبانال. ناتج من اجسادة واحد بروبانول واختزال البروبانون. لا. هقول له هو ناتج من اجسادة واحد بروبانول فعلا. ولكن اختزال البروبانون بيعطي واحد بروبانال او بيعطي اتنين بروبانول. يبقى دي مش نافع. اجسادة اتنين بروبانول هنقول له لا هي اجسادة واحد بروبانول. اجسادة واحد بروبانول واختزال حمض البروبان ويك فعلا هيبقى الاختيار ديم. السؤال رقم 17. بقول هنا كم عدد مولات الهيدروجين اللازمة لتحويل مول من المركب العضوي قدام ده هو الى حمض كاربوكسيلي مشبه. طبعا هنا عشان نكمل هيبقى هنا CH3. طبعا هنا الصغة بتاعتك ده كان فيه C ربطة ثلاثية C. هنا كان صغة كده CH3. C ربطة ثلاثية هنا C. بعد كده CH2 COOH. يبقى انت محتاج تحط هنا كده اتنين مول من جزيات الهيدروجين او اربع مول من زرات الهيدروجين. عشان يحصل تشبه للحمض بتاعك. يبقى CH2 COOH ده الصغة بتاعتنا بعد التشبه. يبقى انت محتاج كم مول من الهيدروجين هنقول له اتنين مول. يبقى الاختيار بتاعنا بقى. عشان انا عندي ربططين باي بين زرات الكربون. السؤال رقم 18 بيقولي الانسولين عبارة عن 51 جزيء. وكل جزيء يتكون من 16 حمض اميني. وبالتالي يعتبر الانسولين من امثلة هنختار له البروتينات على عكس الاجابة اللي يوم اختارة في الكتاب اللي هي الاحماض الكربوكسية. تب ليه? بص معي. طالما بتكون من 51 جزيء يبقى ده بوليمر. وهنا بوليمر لاحماض اميني. بوليمرات الاحماض الامينية اسمها بروتينات. يبقى بوليمرات الاحماض الامينية اسمها ايه? بروتينات. ما ينفعش ان نختار له امينات لان الامين ده بيبقى مجموعة NH2 مش فيه كربوكسايل. طيب ما ينفعش نقول له حمض كربوكسيلي هو مشتق الحمض كربوكسيلي وبعد كده حصل له بالمرة فكون من البوليما البروتينات. يبقى الاجابة الصحيحة عندي هتبقى الاختيار دليل. السؤال رقم 19. بولي الاحماض التالية تحتوي على مجموعتين ووظفيتين حمضيتين معد. حمض الفثالك في مجموعتين ووظفيتين حمضيتين اللي هما مجموعتين كربوكسايل. حمض الاكزالك في نفس مجموعتين كربوكسايل. حمض السلسلك في مجموعتين ووظفيتين واحدة فينول. والتانية كربوكسايل والاتنين حمضيتين. حمض الجليسين في مجموعتين وظفيتين. مجموعة الامينو. ومجموعة الكربوكسايل واحدة حمضية واحدة قاعدية يبقى ده طبعا هو اللي هنختار. انا هبقول له كله معاني. صار رقم 20 يصلنا في حمض اللاكتيك بانه حمض كربوكسيلي. و حمض اللي كتيج صغطه CH3 CHOH COOH يبقى هو حمض كربوكسيلي وكحل ثانوي عشان ديت كربينول ثانوي السؤال رقم 21 بولي ما اسم المركب العضوي الناتج من تفاعل الميثانول مع ناتج اكسادته الميثانول لو تاكسد بيطلنا فورميك حمض الفورميك طيب لو احنا بقى فعلناه مع الميثانول نفسه وهو CH3OH هيعطلنا فورمات الميثايل CH3 COO CH3 فورمات الميثايل اللي هو الاختيار جيم سؤال رقم 22 بولي ما الاسطر الناتج من تفاعل حمض الفيثالك مع الاسيلينجيلايكل حمض الفيثالك اهو COCO طبعا هتاستره مع الاسيلينجيلايكل فهت هنا اضيف O و CH2 O CH2 يبقى الاختيار بتاعك هيكون عبارة عن ايه طبعا دي مش نفع ودي مش نفع عشان الرابطة ديت دي برضو مش نفع يبقى الاختيار بتاعنا هيكون طبعا هنا في رابطة هيبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار ديل عشان مجموعة الاسطرهيت ده مش نفع طبعا عشان الشكل ده كده سؤال رقم 23 بيقول لي ما اسم الايوباك للحمض الناتج من التحلل للماء الحميد الفورمات يبقى الحمض بتاعنا هيبقى حمض الفورميك ولكن فورميك ديت اسمي شائع هو عاوز ايوباك يبقى اسمه مثانويك يبقى الاختيار الف سؤال رقم 24 بيقول لي ما المركب العضو ناتج من التقطير الجاف لنتج التحلل للماء القاعدة بروبانوات بروبانوات يبقى يعطلنا بروبانوات السوديوم لو عملت تحلل القاعدة للاسطر ده لما يعطلنا بروبانوات السوديوم واعمله تقطير جاف هيعطلنا الاسم ليه هيقل الزر الكربون من الملح هيبقى ان او اتش والس او وحرارة هناخد المجموع ديت فيكون لكربونات السوديوم NA2CO3 زائد CH3 CH3 اللي هو الاسا اخر سؤال في حلقة اليوم السؤال الرقم 25 بيقول لي ما الاسم التجاري لاستر ناتج من تفاعل ثلاث احماض كاربوكسيلية عالية مشبعة مع كحول السولاس الهايدروكسيل طبعا هنا احماض عالية مشبعة مع كحول السولاس الهايدروكسيل اللي هو الجليسرول طبعا انت عندك هنا ده بيبقى الناتج يا ام زيت يا ده ولكن هنا بيقول لي مشبع يبقى ده يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة توفيق شباب فيما قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته